السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هنرجع لحصة بتاعت الفيسيولوجي بتاع الهيماتولوجي على البورد بشكل لطيف. معنا حصة لطيفة جدا. طبعا حصة التجلد. كلامنا بالبقاء يا جماعة ان شاء الله بإذن الله بعد المتر هكمل لكو حصة. هكمل لأول المنهج. بعد كي هنلوك حصة لما الفيسيولوجي كله في حصة واحدة. الفيسيولوجي طبعا ملمون من الورق في حسطين صغيرين جدا. البيو طبعا مع دكتور محمود. الفرما ما كانش ينفعته تشرح دلوقتي لانها معتمدة اعتماد كليتا. على انك فاهم الفيسيولوجي. فهتذكروا في السيولوجي اطمانك وذكرتوه. او محطط لكو الفرما خلاص بقي بقى شوية هستولوجي وباثولوجي هيتعملوا بالورق كده صغيرين زي الهستولوجي اللي كان في الاول. فالهيمة مادة لطيفة وضمها خبيل جدا. فطعا ما نقول يلا المحاضرة الاولى اللي هي كانت سهلة اوي اللي هي دخلة في المتر. طبعا الهستولوجي متراجع كويس جدا يعني هو سهل اصلا نسمي اللي. قصتنا هنحكي مع حاجة اسمها البلد. بقول لي بقى يا سيدي. بيقول لي ان الدم بتكون خمسة واربعين في المية من حجم الدم سيلز وخمسة وخمسين في المية من حجم الدم سائل اسمه البلد. في العمل ان شاء الله هتكون تجربة. نسبة السيلز او كرات الدم الحمرة بالنسبة لجول بلد انت عارف الرقم من دلوقتي مبدأين هو خمسة واربعين في المية من حجم الدم سيلز وخمسة واربعين في المية من حجم الدم بالاسم. طبعا السيلز او اسم الدلع اريسرو سايد دابل بيو سبي سيز يعني او اسم الدلع. ليوكوسايد الصفاحة الدموية اللي خدنا لها شطر التجلد كاملا اسمها بلدلتس او اللي بتعمل تجلد سرومبو ثايت. من عندنا قلنا لو اي خلية كتير بنحط اللفظ اوزيس. لو الخلية اولية بتسمينها بينيا. عشان كده نقص البلدلتس اسمه سرومبو ثايت وبينيا. لسه مراجعينها في الفرما. لو بتفتكه في الهايبر سينسيتيفتي كان فيه دواء اسمه الهيبارين. الهيبارين بيعمل سرومبو ثايت وبينيا. يعني نقص في السرومبو ثايت. اما البلازمة وجعلنا من الماء كل شيء انحية اكتر من تسعين في المية من تركيبها مية. تمانية في المية من تركيبها حاجة اسمها البلازمة بروتين. واثنين في المية بقى شوية ايونات على النيوترينت على وسط البروتكت على التصاص دي كلها. واضح كده الكلام يا شبابنا? دعي. طيب. طيب طيب هنحكي في عنوان اسمه فيزيكال بروبيرتز او زابلات. الخواص الفيزيئية الدم. اللي بتظهر لنا في تحيل الدم. وهنفهم على كل الحاجة بالتجن هاي. البداية مع الكالر. طبعا برايت ريد في الشوريان. دارك ريد في الوريد. احمر قاني واحمر قاطم. فاكر انت. ريت ريد ودارك ريد. طبعا الدم في الوريد بيبقى احمر غامق بسبب وجود سانيوكسيد الكربون. اللي مع وجود فوقه جلد وفشية وعضلات ومش عارفه بيبقى لونه ازرق. لكن هو الدم مش هاترق ولا حد. يبقى الكالر برايت ريد في الشوريان دارك ريد في الوريد. الملاء من العمات الحيوية. سبعة اربعة من عشرة في الشوريان. سبعة وثلاثة من عشرة في الوريد. طبعا اللي فوق السبع الكلين هو الكلين بحاجة بسيطة. وطبعا الشوريان الكلين اكتر من الوريد. الوريد ميال للأسيدي دي. هو الكلين بس في اتجاه الاسيدي دي شوية. يعني سبعة وثلاثة من عشرة اقارب بالسبع. ليه من عندنا احنا بعيدنا عن المنهج عشان جواه سانيوكسيد الكربون وسانيوكسيد الكربون ممثل الحمضية. دكتور سانيوكسيد كربون ايه? لممثل الحمضية ما وسانيوكسيد الكربون بيرتبط بالمية يعمل حمضة باي كاربونية. والمية متعدلة فمن حق اقولك ان اللي عامل الحمضية سيجوته. خلاص دي معلومات لنفسك انت. هاحفظ معي بقى اللي يهمك. color bright red في شوريان درك ريد في الوديد. البي اتش سبعة اربعة من عشرة في شوريان سبعة وتعادة من عشرة في طبعا انت حاب يبقى كله ارخام يا جماعة. يعني كسفت المادة بالنسبة للمية. وهي حاجة بتعبر عن اللزوجة. لان المية هي اقل اللزوجة خالص. ما فقاش لزوجة اصلا. فاحكا مش هيبقى لها تقييم. يعني هيقولك كرات الدم السلزة بتبقى الف وتسعين. طبعا بالذات الاربسيز لان البيو بيسيز والبلتلت سفكة. عدد قليل قوي يعني تبت كان في الاربسيز خمسة مليون خلاف المليمتر النجعة. اقل شوية ستة. ده بيو بيسيز من اربعة الاف لحتاشر الف مش عليك الارقام دلوقتي. البلتلت سمية وخمسين لربعمائة الف فهما فكة فمن حق اول سلزة ومن حق اول وطبعا ان كل شيء خلقناه بقدر. الاربسيز هي الاكتر عشان ووظفتها ووظفتها تنفس. فشغالة اربعة وعشرين ساعة مش زي الاتنين دولة. فالاربسيز او السلزة الاسبيسيفيك الف وتسعين البلازمة اللي معظمها مية الف وتلاتين يبقى الهول بلط بما انه خليط ما بين البلازمة والسلزة يبقى الف وستين. دي كلها ارقام بتيجي بالامتحان. طبعا المية اللي بنقيس بها الف. يبقى السلزة او الاربسيز الف وتسانية الاكفر للذوجة طبعا يعني. البلازمة معظم تركيبها مية اساسا في الف وتلاتين. الهول بلط الف وستين. يبقى كالر برايت ريد في الشوريان درك ريد في الوريد. البي اتش سبعة اربعة من عشرة في الشوريان سبعة وتراتة من عشرة في الوريد. زي ما شفنا دلوقتي الف وتسعين اربسيز الف وتلاتين بلازمة يبقى الهول بلط اللي هو خليط من الاتنين الف وستين. هنكمل في نفس الصفحة معدش عشان انا ملتاج الكلام ده. طيب انت قلت لي بتعمل ليه عشان لزوجة الدم اكتر من مية خمس مرات. مين اللي عامل لزوجة اكتر السلزة ولا البلازمة بزمتك? يا دكتور ده البلازمة معظمها مية يبقى السلزة وتحديدا الاربسيز. عشان كده لو الاربسيز اجمعت مبروك هتكسب معنا جلط. اللزوجة عالية جدا. طيب بص المفاجأة لزوجة البلازمة الوحدة اكتر من المية مرتين. يبقى ايه السبب? اللي مش مال? يعني يا دكتور. مش انت مقول تسعين في المئة من تركيب البلازمة مية? ومع زلك البلازمة لازجة اكتر من مية مرتين. يبقى اكيد اللي عامل زوجة اللي مش مية بروتين. وتحديدا تحديدا اضخن واحد فيهم. de حدث اضخن واحد فيهم اللي هو الفايبرينش. فلما يقولك في الامتحان في الاownersيور وسبب لزوجة الدم لزوجة سبب لزوجة البلازمة البلازمة بروتين وتحديدا الفايبرينش . اللي ربنا خالئ اضغط لزوجة ليه اصلا عشان تحافظ على الارتيريال بلاد برشلا. زي ما اتفاقنا. لازم يبقى في ضغط عشان الدم يتكع جدران يعرف يوصل للانزكة. متفقين كده. لازم طول الوقت يفضل الدم فيه ضغط. فلو الدم كان عامل زي المياه كان من وقت انقبضات القلب. هنطلق بسرعة قوي ويمشي بسرعة قوي. فالضغط هيعلى جامد وفجأة اي انت جامد. واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين يفضل ماشي بما يرد الله. فلازم يبقى لازج شوية. عشان كده وجود اللزوجة بيحافظ على ضغط الدم. خلاص كده? دائم. اخر حاجة. ودي طبعا ايه? هنعملها لوحدها بقى خالص. الاوزموتيك بريشر. وطبعا انت عم فاهمك الموضوع احنا اصلا اخدنا في اكتر من حاجة. بسولوجي وفيسيولوجي ترمي اول. وايه? والدنيا حلوة. يعني في الفارما حتى جبنا سيرته. فالدنيا هتبقى سائلة. بص يا سيدي. ده نسيك تشو? وده الجلب. عشان مادة تنتقل من جوه البرى او مبرى لجوه لازم يكون في فارق في الضغط. مش فارق معي خلط الضغط فارق معي. فارق الضغط. يقولك فيه هنا كريستلز املاح يعني. وسكر ليه بلورات يعني. عاملة ضغط رهيب اربعة تلاف ميلي متر زابط. اربعة تلاف درقم رهيب ايه دوكتور. بس ما هو فيه املاح وكريستلز في التشوز طبعا ايه. فهنا برضو هتلاقيها اربعة تلاف. لكن في حاجة اسمها بكولويدز. كولويدز يعني حاجات طريال ليه البلازمة بروتين يعني. عاملة ضغط في الدم تلاتين ميلي متر زابط. لكن هل فيه بلازمة بروتين في التشوز اسمها بلازمة بروتيني. يبقى هنا الضغط بتاعها الكلويد صفر. وبالتالي وبالتالي احنا كنا قيلين فيه تلات حاجات بتشد الماء لو فاكرين. الاملاح والسكر والبروتين. التلاتة هم. الاملاح والسكر عاملين ضغط اسمه كريستلويد. قنته كبيرة جدا. اربعة تلاف ميلي متر زابط. لكن مش مفيد في الاكس تشينج ما بين الدم والتيشوز. مش مفيد في التبادل ما بينهم. ليه? لانه زي ما موجود هنا زي ما موجود هنا. يقولك فيه equal distribution. يعني التوزيع متعدل ما بين التشوز والدم. لكن فيه بلازمة بروتين عاملة ضغط اسمه كولويد ازموتك برشار قيمت وتلاتين. ومع ذلك الراجل مفيد في الاكس تشينج. ليه دكتور مفيد في الاكس تشينج لانه مفيش بلازمة بروتين برا الدم. مفيش في التشوز. ففي فرق ضغط. زي ما كنا بنشبهها في الحصة اقولك القاع دي فيها الف طالب. بس ما اللي جنبنا فيها الف بما فيش يحصل اكس تشينج. لكن دي فيها تلاتين طالب بس. لكن اللي جنبنا ما فيها. هنا يحصل اكس تشينج. فلما يقولك. لزموتك برشار تقول له نوعين. حاكتين بيقدروا يشدوا المي. كريستالويد وكولويد. كريستالويد أربعة تلاف بس مش مفيد في الاكس تشينج طيب. احنا فاكرين كمان ان المفروض ده. اللي هو بتاع البلازمة بروتين يعني. مسؤول عن قوة الجذب كمان. هل كل التلاتين ملي متر سيء بقى المتوجدين جوه الدم دول بيشاركوا في قوة الجذب ولا هم في الاكس تشينج بس. اللي اتنين وعشرين منهم بيساهموا في قوة الجذب. وبالتالي في حاجة اسمها افكتف اوزموتك برشار. يعني اللي موجودين افكتف او بيسموهم قوة الجذب. كام اتنين وعشرين. يعني بالبلد اي حده لك نسال ايه. فيه كان طالب هنا في القاعة ولد تلاتين. لما قمت اتخانك كام واحدة تلاتين اما عاية اتنين وعشرين. فهقول على الاتنين وعشرين دول بتوع الخناء. اول اتنين وعشرين دول الافكتف اللي في التلاتين. فالتلاتين دول موجودين هو الدم. خلاص? لكن قد ايه فيهم هو الافكتف يحافظ على الدم. عشان بالبلد يا جماعة يعني لو فيه شوية عارفوا يتحركوا برا الوعاء الدم وزافقة. حالات الالتهاب. حالات مش عارف ايه. لكن فيه اتنين وعشرين كده كده سابتين جوه. حيمسكوا المياه جوه. خلاص افتكوا الرقم ده هنحتاجه كمان شوية. يبقى كده قلنا الكلر برايت ريد في شولاندر كريدو في الوريد. البي اتش سبعة اربعة من عشر في الشولان. سبعة وتقاطة من عشر في الوريد. دي بقى سلايك لالكالين. سبيسيك جرافتي السيلز الف وتسعين. البلازمة الف وتلاتين الهول بلاد الف وستين. والكلام ده بنعرفينه الفيسكوستي لزوكة الدم اكتر مية خمس مرات بسبب وجود الاربسيز. لزوكة البلازمة الوهداء اكتر مية مرتين بسبب وجود البلازمة بروتين تحديدا الفايبرينج. الاوزموتيك برشار كريستالويد وكولويد. الكريستالويد قمته عالية لكن مش مفيد لان ما فيش فرق ما بينه وما بين التشولز. الكولويد قمته تلاتين لكن مفيد فيه. باخر شابتر حاجة اسمها طبعا مش هنقراره. ملاش واجهة مغير. يعني البساطة وظفة الاربسيز وظفة الوزف مانعة وظفة البلتلت ستجلط والدم بيساعد في كل حاجة في الجسم. مش هيسألك الكلام ده لانك كده كده هتخد على كل حاجة من الحاجات دي ايه? شابتر كده. تمام كده? نخش في الشابتر التاني والاخير اللي داخل فيه البيترن شابتر البلازمة وبروتين وحتى لغيه منه حاجات كتير قوي من سنتين تتكده لو هو. يعني اتني انشاء الله صحيح قوي يعني كبعا. انا طبعا فيه احد زمالكو انا فاكر طبعا هو مين هو عارف كويس طلب مني الحصة دي بورت. انا بس اعتذر له انها اتأخرت. بس كنت بنجز الفرما والباصولوجي الاول لان الديمتولوجي امره هيبينج. جمع معي بقى سيد. بلازمة بروتين. اسميهم يا سيد. البيومين. جلوبيولين. فيبرينوجين. وبروتروم بي. البيومين. جلوبيولين. فيبرينوجين وبروتروم بي. طبعا عددهم 100 جماعة لكن دول الاربعة الاكبر والاكثر تواجدا والاكثر كمية. يعني قيمة البلازمة بروتين في الدم من سبعة التمانية جرام في كل مية ميل دم. دول واحدهم وقدين سبعة وشوية اصلا. البيومين. جلوبيولين. فيبرينوجين وبروتروم بي. نحفظ معي بعد اذنك. البيومين من اربعة لاربعة ونص جرام في المية. اصل الراجل ده هو المسؤول عن الاسموتك برش. فلازم يبقى الاكثر تواجدا عشان يمسيك الماء. الجلوبيولين من اتنين ونص الاثنين وسبعة من عشرة بردو جرام في المية. الفايبرينوجين من متين لربعمية ميلي جرام في المية ركز في الكلام ده. والبيومين كأنه مش موجود اصلا لانه عشرة ميلي جرام في المية. يبقى الجلوبيولين من اربعة لاربعة ونص جرام في المية. الجلوبيولين من اتنين ونص الاثنين وسبعة من عشرة بردو جرام في المية. الفايبرينوجين من متين لربعمية ميلي جرام في المية. والبروسرومبيل عشرة ميلي جرام في المية. يبقى مكوحة من سبعة ثانية جرام في المية. الجلوبيولين بيتقسم. الفا وبيتا وجام. البيتا ده زي عامل التجنط. حلو كده ده تتشرح في جزء التجنط. الجامة دي الانتي بودس. فمن دلوقت ما هي الانتي بودس هي جاما جلوبيون وهي البلازم detectednde بروتين اللي بتصنعzejف جهاز المناعة لانه اطبع جهاز المناعة يبقى الف و بيتا وجاما البيتا هو عامل التجلبات الجاما هو? الانتبوتس ب consistency red سؤال متحايل ار جاما جلوبيون بلازمة بروتين OER information بتصنعه فيه كل بتصنع في المنائعة تصنع في جهاز المناعة الجاما جلوبيون اللي استائين هو. بتصنع في بلازما ايه الزلز اختناه بالتفاصيل. اول فاكر البلازما السيلة اللي كان بتخزنه الضفرز الانتيставف العل registered 자يres lo of Gomanning كل STEVE بتتصنع في الليفر مع عدة بتاع المناعة بتصنع في جهاز المناعة. كل البلازمدروتين بتتصنع في الليفر. مع عدد بتاع المناعة بتصنع في جهاز المناعة. من بدرة هو بقى الدمية بدأ اتوسع العلب مين ده يا جماعة من بدرة هو، هو بتاع الكاظموتيك بوريشر اجامة بلوبيرين بتاعة المناعة. والبيتا طبعا عملة تجلد. الفايبرينجون بروسرومبين بتوع التجلد. اللي فاكره زمع حساس التجلد. والفايبرينجون اللي واحده بتاع اللي زوجة. فاكر انت الكلام داخلنا احتاجه كمان شو. خلاص. طيب. ايه جيريشيو? سؤال المتحان جميل ايه. نسبة الالبيومين على الجولوبيرين لو اسمت الاربعة لاربعة ونص عالبتين ونص سبعة من عشرة. هتطلع ما بين واحد واثنين من عشرة الواحد وسبعة من عشرة. ماشي? طب انا استفدت ايه? لأ دا انت استفدت كتير. امتى الاجيريشيو تقل وامتى تزيد? خلينا في تقل الاول. تقل لو البصت اقل او المقام زاد. المقام زاد ده بتاع المناعة. اجسام مناعية يبقى بيزيد امتى? في العدوة الشديدة. حلو كده الكلام? طيب امتى البصت يقل? لو المصنع ما صنعش. المخرج خرق كتير او ضربته في الطريق. المصنع ما صنعش ديزيز. المخرج خرق كتير كلي بدأت تنزله في اليورين لانه في النور ما الحجم كبير ما بنزيدش في اليورين. ده ربطه في الطريق في مشكلة في في مشكلة في مشكلة في الاكل او لان الحروق بتضمر البلازمة بروتينا. يبقى لو جالك في وقال لك تقدر تشخص? تقدر تشخص لو ديزيز او ديزيز او او مال او بيرنس او سيفير انفكشن. طب تقدر تقول هو مين فيهم? لا. ما هياش اس بالسفق. ما هياش اس بالسفق. جاب مرة سؤال في الانتحان امر بقى عكس. وطبع مش مكتوبة في الكتاب لكن احنا كتبناها في الورق. وطبع مش محتاج كتابة في الورق يا. امتى لو الالبيومين زاد او المقام قلب. الالبيومين ما بيزيدش. مفيش مرض اسنو زاد الالبيومين. يبقى نقص فيه الجاما جلوبين. بيجيبها في الاميس كيوب بشكل من اتنين يا يقول لك هاي جاما جلوب يولينيميا. يعني نقص في الجاما جلوبين. يا قلها اتس. وطبعا بالاستباعات كان ينفع تحلوها. احنا معالجبين كل تحلو امس كيوب زي يعني. لكن حتى لو مش بالاستباعات فهي الاتس. اللي هو مرض نقص المناعة. واضح كده الكلام شبابنا? لا. اخر حاجة فانكشن او بلازما بروتين. والموضوع سهل كده? او والله العظيم والله العظيم سهل. طبعا انت بتفصل البلازما بروتيني اكتشفوا اكتشاف كده عشان هيفدنا في الوظايف. اكتشفوا ان البلازما بروتين امفوتيريج. ايه يعني يا دكتور امفوتيريج. يعني انه تدرددة بتتعامل مع الاسد كالكالاين ومع الكالاين كاسد. بتعمل الحاجة ونقضها. وانتم فاكرين بقى خاصة متعلمين في السيولوجي اني بيعمل الحاجة ونقضها يبقى اوتوماتيك في تسع وظايف للبلازما بروتين انت حافظ خمسة. يا اخي او الله العظيم حافظ خمسة. بترتيبي او ترتيبي الورق? مش بترتيبي الكتاب. رقم واحد الالبيوميل كلويد اوزموتيك برشور. الجولوبيولين انتي بودي فورميش. اللي هي المناعة يعني. حلو كده? الفايبرينجون اللي واحده فيسكوستي. وانت عارف ان الفايبرينجون بتحافظ على ضغط الدم. الفايبرينجون البروسرومبين تجلد. دول فاكتور واحد واثنين اساسي. ولسه قيل ان البلازما بروتين امفوتريك متعدلة مترددة بتتعامل مع الاسد كالكالي والكالي الاسد يبقى يعرفوا يعملوا بوفارينج اكشن. ايه بوفارينج اكشن دي يا دكتور? يعني اسد بيس بلانس. اسد بيس ريجيوليشن. عشان بيعرفوا يعمل الحاجة ونقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. العلبيوميل كلويد او مناع. الفايبرينجون جزوج. فايبرينجون بلسرومبين تجلد. وكلهم بفارينج اكشن. بيعرفوا يتعاملوا. ان ايه بروتينيت? او بروتينيك اسد. كاسد وكالكالي. خدت بالك فيقدروا يعملوا اسد بزمان. كنتي مش وظفته. زي ما كنت بقول لك في الخصة بتاع الصبهورة مش وظفته. مم بيعرفوا يسهبه. وظفتين هجايز. كاريار فانكشن ونيوتريشنال فانكشن. فيشيله كل حاجه الا الاكسجين الاكسجين ما بيشلش غير على Glaseb. جابهم مرة يحكين الناس تناحد. جايب لك بيشيل هورمونات بيشيل انزيمات بيشيل فان لبسي الكربون بيشيل الاكسجين. بالنس تناحد. البلازن ما بتشيل اي حاجه الا الاكسجين. الاكسجين مخصص ما يتشلش غيره. هو مايسك في اليوموموبين. ده كلام فارغ لو كل مصادر الطاقة خلصت ممكن الجسم يبقى في المجاعة يبتدي يستخدم البلازمة بروتين ها يبقى بتزود حاجة وتقلق بتزود الاي اس او او سرعة الترسيم طبعا شرحها في العمل بس انا قلتها في اتنين بلازمة بروتين اللي اتنين اللي في النصف اللي هما الجلوبيولين بتاع المناعة والفايبرينوجين بتاع اللزوجة والتجربة دول لو زادوا بيزودوا سرعة الترسيم مش هشروحها تاني زي حصة الصبور هخليها اللي عمل لانك مش عليك التفاصيل بل في العمل انا شو اختار اللي عايزي يعرفي طب بيقللوا ايه الكابلاري برميابيليتي بيقفلوا الخروم اللي في الجدرون الشعير الدموي طبعا بيقفلوا امتى بعد ما تخلص تبادل فمنحقق تقول بيقللوا البرميابيليتي ومنحقق تقول بيحفظوا على البرميابيليتي يبقى القلبيومين كلوية كلهم بخارنج اكشن ووظفتين حقس كاريير فانكشن وتريشن الفانكشن انا ما عندناش شخصة التراشورت يا جماعة ده انا بالمهم لك اتمالك بيزودوا الايه الصار ويقللوا البرميابيليتي بيزودوا الايه الصار ويقللوا البرميابيليتي بموضوع كلوية ازموتك برشا ازون انت فاكب قوة الجاذبة في الشريان او في الوريد حتبقى 22 مليمتر سيا بها فاكر رقم جيبنين فاكر رقم جيبنين ايوة كان هم دول la effectif threshold 30 لكن قوة الطرد في الشريان بتبقى من 30 ل 400 وقوة الطرد في الوريد من عشر وخمستاشر طبعااا شرحت كلام ده بتفاصيل التفاصيل التفاصيل ألف مرة Fillcar بس افكر حضرتك يعني ان قوة الطرد اعلى في الشريان في حيطر للجوا قوة الجاذبة اعلى في الوريد هتشد اللي طرد ده وترجعه على الدورة الدموية تاني. وضح كده الكلام يا شبابنا. بكده قلنا اسميم البولوسرومبيل. البولوسرومبيل. البولوسرومبيل من اربعة لاربعة ونص جرام في المية. البولوسرومبيل من دين ونص لدين وسبعة من عشرة جرام في المية. من ميتين لربعمية ميلي جرام. البولوسرومبيل عشرة ميلي جرام في المية. كل هم بتصنعه في الليفر مع هذا بتاع المناعة بتصنع في جهاز المناعة بتاع المناعة الجاما بتصنع ببلازما سيلزوف اريس. شفنا الالبيومين من واحد واثنين من عشرة الواحد وسبعة من عشرة امتد يد وامتد قل. واخيرا ختمنا بوزايف البلازما. ده كنت الفيسيولوجيا اللي داخل في الهيمة يا جماعة واعتقد انه سهل لفوق الوصف.